المواطن غاضب من نتائج واثار قرارات الاصلاح الاقتصادي المواطن وجزء منه يشعر ان اعلامه ليس حرا وبالتالي يلجأ الى القنوات المسمومة المواطن جزء منه جرى اتهامه من شبابه وموجود في السجن سواء على زمة قضايا او غير قضايا لكن عند الجد تراجعت كل هذه الامور امام المواطن نسى ازمته الاقتصادية ونسى ازمة الحريات ونسى الشفافية المصر اولا افتكر بلده اولا طب هل كل مرة هسيبه المواطن تحت هذا الضغط ما ينفعش السياسة بتقول ما ينفعش وارى ولتسمح لي الدولة باجهزتها وعلى قمتها رئيس الدولة ارى انه ينبغي مراجعة كافة السياسات الاقتصادية الاقتصادية والاجتماعية انا هنا بتكلم عن المواطن فقط خلال الفترة القادمة اعلم ان ما جرم الخطوات اصلاح اقتصادي هو لصالح الدولة والناس لكن حجم الجرعة كان شديدا اذا كان الرئيس السيسي قد وعدنا بان العام القادم عام 2020 ستقدم الدولة له مزيد او انفراجة كبيرة في احواله فليعجل بها السيد الرئيس الان تعال اضرب لك امثلة بسيطة حتى لا تتصور الحكومة ان انا جاي ازيد اعباقها مثلا ده خير طالع بقى وقاعد في التكييف ولبس البدلة والجرفاتها وما اعرفش النتيجة الاهل ايه ويه جاي يتكلم على المواطن ونعمله ايه لا خطاب موجه لسيد رئيس الوزراء الرجل المحترم دكتور مصفة مدبوط حضرتك قررت انت وحكومتك في الفترة الماضية سحب التكاتك واستبدالها بالسيارة التمناية الفان وده انا حييت القرار بس قلت انا عايز احافظ على اكل عيش الهال اللي شغالها التكتك عملية السحب والسيارة والاست وال 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 هيؤدي الى انعدام دخل اصحاب التكاتك والسائقون عليها بضعة اشعر الحكمة تقتضي من السيد رئيس الوزراء تأجيل اتخاذ هذا القرار او عملوا كدريجيا ببطء شديد انا بديلك بس شوية حاجات السيد وزير التموين قام بعملية مراجعة لبطاقات التموين وحسف بعض الاشخاص غير المستعطين واحد اتمنى العملية تستمر اتنين انا عايز الفلوس اللي توفرت لان الدعم ده كان مرسود وتسحبت من الناس دي اللي ما يستحقوش بطاقة التموين يروحوا لادخال موليد جدد وفقراء جدد تلاتة منظومة تكافل وكرامة انا عارف انها متوسعة في الموازنة الجديدة تزيد تزيد اه تدبرها ازاي انا مش وزير مالية ولا رئيس وزراء وانا قاعد عالكورسي ده انا مواطن انا ولا جاي اقول لك انا خبير استراتيجي وخبير مش عارف ايه ولا اي حاجة انا والله ولا في وراء ولا حاجة كله على بابا الله ومن قلبي بقوله لك احنا نقدر ناخد مجموعة قرارات سيد رئيسه للوزراء يصدر قرار باعفاء جميع الطلبة من اولى ابتداء لتالتة سنة وفي المدرسة الحكومية من المصروفات المدرسية اطلعوا كيف مليار السيد رئيسه الوزراء يصدر قراره بتنفيذ قرار السيد رئيسه الجمهورية بصرف العلوات الخمس لاصحاب المعاشات هتعمل كام 15 عشر عشر مليار هتجي تقول لي ايه خير ده انت عملت تتكلم بالمليارات اه اتكلم القادم المئة قرار سواء من السيد رئيس الجمهورية او السيد رئيس الوزراء مباشرة في جيب المواطن داخلين على التعديل الخامس او السادس ليه رفع تقليل الدعم عن فاتورة القهرباء بلغتنا الشعبية رفع اسعار القهرباء يتم تأجيلها انا مقولتكش مقولت لكش ايه لغي بص انا مبجيش على لسان ايه لغي تأجيلها هل انا برش المواطن لا ابدا انا بقول للمواطن صرختك وصلت لي كرئيس وزراء وايضا قبل ذلك للسيد رئيس الجمهورية واستجابتنا لصرختك ليست ضعفا ده انا دوري كرئيس جمهورية وكرئيس وزراء ان انا شوف طلباتك ايه ولا رشوة ولا اي حاجة ابدا انا بقول لحكومة اعملي كذا سوي كذا وده دوري الحكومة مثل هذه القرارات انا عايز اشوفها وعايز اشوفها من مبارح زي ما بيقول للمسأ مش لسه هنقعد وندرس وحد جبهتك الداخلية وحد حول كلام قاضي للدولة المصرية اين بيانات المثقفين والاحزاب والنقابات وكبار الفنانين وكبار قادة البرلمان دعم للدولة المصرية في مؤمرة بهذا الحجم على الدولة المصرية وبرلمانها في اجهزة ده تسميه برلمان ده تسميه برلمان ولا رئيس البرلمان دكتور علي عبد العالم يدعو البرلمان للانعقاد تعالوا نقعد نشوف فيه ايه هنقرر ايه هنعمل ايه احقق اناقش اطمن المواطن خلاص هو الجيش والشرطة هم خلاص علوان المرحلة ماينفعش ماينفعش مصر كبيرة اوي وحرام علينا نكلف الجيش والشرطة هذا العب وعايز ابعت رسالة للخارج مصر ليست رئيس الجمهورية ولا الجيش ولا الشرطة فقط قبل دول وفي المقدمة منهم قوى مصر النعمة الداخلية الوعية اشتركوا في القناة